في حضر الموت أيضا ناقش وكيل المحافظة المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء عبدالهدي التميمي مع مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بسيئون نادي الفخري ناقش التحديات التي تواجه النازحين وسبل التغلب عليها واستعرض الاجتماع آلية التواصل مع المنظمات المحلية والدولية وتسهيل نشاطها لتخفيف معاناة النازحين في ظل ظروف الصراع الدائر في البلاد إلى ذلك طلع الوكيل التميمي على مشروع تحسين تدخلات الحماية بسيئون التابع لمؤسسة فورهوم للتمية الذي يستهدف ستين مشاركة من النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الفتيات المعارضات للخطر وأكد التميمي أن السلطة المحلية ستظل داعمة لهذه الأنشطة التي تسهم في رفع قدرات القطاع النسوي والدفع بالمرأة إلى سوق العمل لتحسين مستوى معيشتها ترجمة نانسي قنقر